والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم التصل وين يومئذ للمكذبين ألم نهنك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وين يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في طرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وين يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسطيناكم ماء فراتا وين يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا لا ظليل ولا يغني من اللهبا إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالا كأنه جمالا كأنه جمالة صفر كأنه جمالا كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال في ظلال أورو وعيون إن المتقين في ظلال أورو وعيون وفواكه مما يشتغون كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا خيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين